اشتركوا في القناة لكن لماذا لا ينظر أحدنا إلى ما كتب له في هذه العزلة والإجبار على البقاء في البيت من أجر عظيم فيها جماعة بأهل البيت فيها نية صادقة فيها تعليم للأهل للصلاة وأحكامها ومسائلها فيها إحياء للبيوت وعمارتها بالصلاة جماعة فيها ومن ذا الذي يتأمل في قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا من نظر إلى هذا المعنى في العزلة أيقن أن هناك مكاسب ومغانم كثيرة يمكن الوصول إليها فضلا عما أصابنا من جراء هذه العزلة والانكفاف في البيوت إجبارا من الانكفاف عن كثير من مجالس الشر أو مجالس اللغو أو مواطن الفساد فإنه قد انحسر حظ الشيطان من العباد كثيرا لما تقلصت مجامع ومجالس وأماكن الاجتماع الذي لا يكون له إلا الشيطان رائدا فكم تقلصت في حياة الناس وكان في هذا المعنى أيضا في العزلة التي نعيشها خيرا كثيرا أراده الله عز وجل بنا معشر المسلمين